اهلا بحضراتكم من جديد مستمتع بالحوار مع ضيفي الجوكر عمر كمال عبد الواحد اللي منوارنا في قناة الاهلي عمر انضمت للنادي الاهلي في يناير الماضي لكن بقالنا سنتين بنسمع عمر كمال عبد الواحد في الاهلي كان فيه رغبة كبيرة جدا من مسؤولين في النادي الاهلي انك تكون موجود في سنين سابقة عشان حتى تكون موجود في كاس العالم الاندية مين اللي كان بيتواصل معاك خلال فترة السابقة من النادي الاهلي علشان يتم صفقة انتقال عمر كمال عبد الواحد الاهلي وراي كابتن يعني هو كابتن امير التوفيق تتعب معايا جدا يستاني اللي فاته دول بس هي الصفقة ما كانتش بتتم فالموضوع بدأ يتعبنا انا زهنيا فتواصلت مع والدي قولت له اي حد يكلمي يعني خليه كلمك انت يعني تواصل معك انت فكل يعني الكلام كان مع كابتن كمال هو اللي التواصل معهم في كل حاجة وهو اللي خلص معهم كل حاجة وكان يعني كان كابتن كمال وكابتن هيسا معرابي وكابتن علي امير هو هم اللي كانوا الثلاثة المسؤولين عن الصفقة بتاعتي انا كنت برى الموضوع خلص انا بس فجئت وانا في كاس الامم هناك وانا في كوديفور مع المنتخب هلتكلم عن فترة كيروج دلوقتي الموضوع خلص كنت حتى كان كهرباء في المصرة حين التمرين لقيتهم بيقول لي من وراء مبروك يا هلاوي فقولت له فمص كده قال لي ايوه انت انت هتمثل اه خلاص قال لي خلاص رسمي كان ندي الاهلي كنت انا مش معايا التليفون ساعتا قال لي صفحت ندي الاهلي انا نزلت رسمي خلاص من الموضوع خلص كنت شعرف لسه بس شعورك ايه بقى يعني انت كل الانتقلات وعمر كمان عبد الواحد في الاهلي الصفقة ما تتمش متدايق وزعلانه والدنيا صعبة بعد ما خلاص انت عرفت ان الدنيا انتهت خلاص بقيت لعب في النادي الاهلي شعورك عاجة واول مكالمة جات لك من مين والله 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 يعني يشهد يشهد ربنا على الكلام ده ممكن تسأل كابتن كمال كل يوم بعد كل مطش براوح وحيات ربنا براوح البيت اه ده بقى يعني هتكلم معا بقول له على فكرة هو انا فعلا يعني خلاص بلعفن لأهلي دلوقتي دلوقتي لحد دلوقتي يعني وانت بعد ما تخلص تمرينك حيات ربنا يشهد يشهد ربنا على كلامي وانا لباباك كابتن كمال عبد الواحد وانا لعيف في النادي الاهلي ولك والله يشهد ربنا على كلامي والله كل مراوح بعد مطش بعد كل مطش وكل ربنا كريمي قعد اقول له يعني انا كنت بعد اتفرج يقول يا رب ربنا يا كريمي ولا بسألتش يطلق النادي الاهلي ان دلوقتي انا براوح في النادي الاهلي وحيات ربنا بتفتكر اللقطة وانت عندك 13 سنة نمشيت في الاهلي اه طبعا دايما مفزيه هناك طبعا مبدروحش عبالي عشان جيها دايما بعد حرار زي ما بتقول كل جول بجيبه لازم اقول حاجز جده بفتكر ان الموقف ده وانا الوقتي فين